السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد غيمينج نجيت كل يوم فيديو جديد عن My Hero Academia The Strongest Hero فيديو اليوم راح نحكي عن تحديث راح يجي ان شاء الله خلال يومين على اللعبة اللي هو بتفوتوا لهون بعدين لهون هون الأخبار كلها هيرو ألبوم هاي الموك كونتس اللي هلأ موجودة طبعا كل هدول ان شاء الله راح أشرح عليهم بس لحنا اليوم بدنا نحكي على هدول الشغلتين طبعا بتاريخ ستة وعشرين خمسة الساعة خمسة لتاريخ تسعة ستة الساعة خمسة طبعا هذا بتوقيت أوروبا وين بالضبط ما بعرف بس أعتقد بتوقيت الكويت هذا لأنه ريسيت بيصير تساعة خمسة عندي عافظة صح ولا لا هاي بيحطوها بالوقت عندي ولا بالوقت الأوروبي بكرة بس يجي الأبدات بنعرف طبعا راح يجي أول مايت بذات نفسه طبعا أول مايت هو شخصية S باللعبة من الشخصيات الجبارة باللعبة خينا نشوف شوفوا السكلات تابعه طبعا في عنده سكل بصير اميون يعني حتى لو ضربته ما بيواع وهي الشغلة الجبارة فيه هو ملك البي في بي هو وآيزاوة ملوك البي في بي والحلو بالشي أنه آيزاوة بتاخده مجانا إذا قدرت تطور شخصية لحتى تخلص المهمات تبعه و أول مايت راح يكون ببانر طبعا بانر أول مايت راح تكون هلأ إذا كانت نفس الكورية أو التايلاند دي مدري شو راح تكون ستين عبارة عن الشخصية الوحيدة ال S هي أول مايت يعني مثلا لو طرعلك S 100% راح يكون أول مايت ما راح يكون شي تاني هلأ هل راح تكون البانر نفس التايلاند دي مدري شو النسخة النسخة الكورية خينا نقول يا أخي اللي هي راح تكون ستين ملتي لتاخد قارنتيد و راح تكون مية نفس الحالية الموجودة عنا هون السؤال ليش أنه هو بالنسخة التايوانية كان ستين ملتي يعني ستين سنجل اللي هو ستين تيكيت بتاخد الشخصية حتى بالبيسيك بانر أما عنا البيسيك بانر كانت مية مو ستين للأسف هاي شغلة سيئة عملوها عنا بقى إن شاء الله يكون هذا ستين مو مية ساعة اللي إحنا حتى وكنت تحظك سيئ بتعمل ستين سنجل بيطلع لك أو ستين تيكيت بيطلع لك مية بالمية إن شاء الله طبعا ما بتحتاجوا ستين إن شاء الله من أول سنجل بيطلع لكم كل ياتكم والبانر اللي حتجي معه هي نيو سبورت كارد كارتين راح يكونوا لأول مايت طبعا هذول كارتين ما بنحطوا غير على أول مايت ساعتها كل ماله بصير أقوى وأقوى وأقوى متل ما انتوا شايفين بزيد الدميج والأوفر أول دميج وبزيد الأوفر أول دميج أفتر إيفري شارج يعني كل شي بزيد عنده بصبعا أم تبيجوه بتاريخ ستة وعشرين شهر يعني بعد خلال يومين إن شاء الله طبعا خينا نشوف البانر اللي حالين موجودة البانر البايسيك بتكون هوم موجودة البانر الكارد هوم بتكون موجودة وبانر اللي حتكون أعتقد يا بدال مومو يا حتكون زيادة بدال مع مومو زيادة أنه شو خلينا نشوف مثل هاي مثلا لا والله مية شوفوا دروب ريت إذا طلع لك اس مية بالمية مومو نفس الشي راح تكون طبعا شخصيات البايسيك كلها راح تكون موجودة هلا ما بعف إذا راح يكون ريت أب اللي هو غير واحد فاصل اثنين بس ممكن ريت أب تبعون أنه بتكون شخصية لحالة موجودة شو ما طلع لك اسات راح تكون شخصية اللي أنت بدك ياها مشان هيك حاولوا جمعوا جواهركم أو جماتكم وهي أعتقد فيه إفنتات بيعطونا ياها وحتى بالشوب في منها ليك 250 نفس نفس الجمات يعني شم تساوي بتشتري عشرة بجمات بتسوي هيك راح تكون طبعا هلا وبعف إذا راح يكون فيه إفنت يعطونا منهم كتير ولا ما راح يعطونا حسب البانر لسه ما بنعرف طبعا الكروت أنا مشان هيك مجمع الكروت تبعي ما راح أصرفها بركي لما يجي أول مايت فينا نسحب بنفس الكروت عليه أو راح تكون كروت غير لسه ما بعرف صراحة هلا طبعا هلا طبعا مومو ما بنصح حدا يعمل عليها ليش لأنه مثل ما تلكم البانر هاي هي عبارة عن بانر بيسيك اللي هو الـ H اللي بتستخدم الـ H فيها أما هاي البانرات راح تستخدم كروت تانية اللي زهرية أو جمات مشان هيك بقى دايما إذا عنكم جمات لا تصرفوا على البانر الـ BASIC ليش لأنه انت شو ما عملت ما راح يطلع لك غير هدول الشخصيات أما بالبانرات القادمة راح تقدر بالجمات تسحب على شخصيات جديدة مثل All Might مثل Endeavor وهكذا وهكذا طبعا الحلو أنه البانرات بترجع خلال فترة شهر شهرين بترجع مرة تانية بقى إذا انت حاليا جديد باللعبة وما معك تعمل ملتيات جمع جواهرك مشان لما يجي All Might مرة تانية تقدر تعمل عليه لفي كاملة هلا الحلو عم يقولوا أنه هذا العداد مثل ما تشايفين هلا الصفر ليش أنه ما عمل ولا ملتي عليها البانر هذا العداد بكمل لمرت جاية مثلا إذا انت عملت على All Might بعدين إجا Endeavor مثلا انت عملت 50 على All Might و50 على Endeavor بصيروا 100 بتاخد الشخصية أعتقد هيك راح تكون ما بعفزا 100 بالمية هذا الكلام صحيح ولا طبعا بس تجي أول بانر اللي هو All Might راح نعرف هالشي صحيح ولا لا طبعا أنا 10,000 جيم اللي مجمعون أنا عم ملعب اللعبة بشكل يومي وما عم أصرف كتير جيمات على على شو اسمه على الريسورس الثاني اللي هو مثل السامين أو هيك بس بصراحة ممكن هاليومين أصرف ليش لأنه بدي وصل لفل عالي عشان نقدر ألعب الشابتر الجديد ليش الشابتر الجديد مثل ما تشايفين في تيكت تيكتين ثلاثة وإذا وصلت لهي بتصير ثماني وهون نفس الشي وهون نفس الشي وهون نفس الشي لشابتر 16 شابتر 13 تاخد في تيكتات بعد الشي كتير كتير حلو اللعبة كريمة بعض الشي بس إن شاء الله بتصير كل مال أكرم وأكرم بالمستقبل مشان نقدر نعمل على كل بانر بتجينا أو على البانرات الأساسية يعني مشان هيك هلا نصيحة مني جمعوا جماتكم لا تصرفوها وجمعوا الكروت هدول إذا إذا أنتم حدا فيكم بيعرف هل الكروت هدول فين يعملون ولا لا ولا رح يكون بانر خاصة وكروت خاصة قلو لي بالكومنتات إذا أنتم تعرفوا إذا في يعني انطر ولا روحون بس أنا تقولوا لي من هلا مشان بالفيديوهات القادمة أعطيكم أو ألكم المعلومة إذا صحيح ولا مو صحيحة بس بقى مثل ما نالكم جمعوا جواهركم طبعا الفيديو القادم إن شاء الله رح أعمل فيديو شلون نتجمع كروت بسرعة شلون نتجمع الموارد بسرعة لسه في كتير كتير فيديوهات رح أعمل على اللابة بس الحمد لله أنا اليوم لحتى قدرت نزل اللابة على البي سي تابعي واشتغلت على البي سي تابعي بقى إن شاء الله الفيديوهات القادمة رح تكون كتير كتير حلوة بس أهم شيء إلا أنتم كما نالكم جمعوا مواردكم لأول مايت لأنه أول مايت أول شيء بالبي في إي رح يكون كتير قوي بس هو ملك البي في بي ملك البي في بي ألا بالبي في إي الملك هو انديفر بقى أنتم شوف شو بكم تلعبوا إذا كنت تلعبوا بي في بي أو تركيزكم على البي في بي أول مايت هو رح يكون شخصيتكم الأساسية إذا أنتم بي في إي البي في إي لهو مثلا أنت البوسات بدأت تلعب المراحل صعب عليك مؤادرة أن تختمها انديفر هو الحل تبعك فإذا متلما تلكم شوفوا شو بكم تعملوا ويسوها طبعا رح تحتاج كتير جماعت إذا حظك سيء بس إذا أنت حظك حلو ممكن ما تحتاج غير سنجل أو مالتي وتطلع لك أول مايت وإن شاء الله كلاتكم بيطلع لكم بأقل عدد من الجنمات الممكنة حتى لو كانوا أعطونا مثلا تيكتات مجانية لما يجي شيء إيفنت ساعة بتروحوهون بالتيكتات وما بتصرفوا ولا جيم بأ بس طبعا في ناس كثير عم تسألني أنا بأي سيرفر أنا بسيرفر أوروبا 33 رقمو للأسف أعتقد هلأ ما في حدا يقدر يفوت معي وأنا بالقلد اللي هو مثل ما تشايفين AGK ديسكورد اللي هو نفسه ديسكورد طبعا اللي هو Arab Kingdom Gaming اللي بده يشترك عنا بالدسكورد بالكومنتار سوري بالوصف رح تلاقوا الرابط بأ بس هم يكونوا صحيح في الفيديو طالي يرجى تكونوا إستمتعتوا في إستمتعتوا في لاتسوم مناك للفيديو تشوفوا معنا بخلاش كل جديد مني تشوفوا معنا خير في فيديوهات تانية مع السلامة